ثاني مصطفى يسجل هدف بعد عشر دقايق كمان بانفراد محقق وعندك فرصة ثالثة تريزي جي بعدهب كمان وعندك فرصة ربعة يعني عندنا فرص الشرط الأولاني لا تعد ولا تحصى في كرة في القدم في هذه الأجواء إنه ليجيلك سجل ما تقولش إنه عندي ثقة ثقة تكمنين ما دينا شوفنا الثقة كانت هتضيعنا الثقة إن انت رايح واسق هعدي موزنبيق طب عدينا موزنبيق بإيه بالدعاء الجمهير والله والله بدعائكم بدعاء الناس اللي بتتابع المالين اللي بتابعوا الناس اللي عملها دعاء 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 هو بالدعاء بفضل ربنا وكرمه اتعدلنا يعني ضربة الجزاء دي جات لنا من السماء مش معقول مش معقول يعني فأنا النهاردة أقولي إيه على المنتخب يلا أنا هشأ وأنا بقوله لا طبعا هنشجع متخبنا محدش يحبطنا جماعة من أول ماتش لسه ماتشات جاية لسه عندنا ماتشين كمان الدور الأول وهنعدي إن شاء الله وأنا بقوله إن شاء الله هنعدي وهم إن شاء الله يبقوا رجالة وهم رجالة وأدهوا قدود أول ماتش وقلنا خلاص تاني بقول موزنبيق والرجالة دول إن شاء الله وأنا بقول يا كابتن صلاح مينفعش أبدا كابتن صلاح أنت أحد أهم نجوم العالم النهاردة مينفعش أبدا النهاردة لازم المنتخب كله النهاردة تقعد معهم وتتكلم معهم وتوبيخ لكل اللعيبة مينفعش نضيع فرص سهلة جدا النهاردة مينفعش يا جماعة إنه أنت النهاردة جالك الفرصة بتضيعها عيب عليكم وراكم ميت مليون بيتابعوكم السنين الفرحة معقولة مينفعش إن أنا أي منتخب النهاردة أبقى نازل الثقة طيب وبعد الثقة جات لك ده انتجلك حاجة تاريخية بعد دقيقتين سجلت جون يا راجل ده انت تكمل التاني وتكمل التالت وتعدي وأكتر وأكتر ولعب لعبك إنما الثقة تراجعنا نفقد كور كتير جدا البصات بتاعتنا مش منضبطة النص بتاعنا طعبان النص ضايع فيش نص بدور عن نص هو فين النص فينه ما كانوش موجودين النهاردة فيه تايهين فيه حاجة غلط التشكيل نفسه كان غلط أنا مش هتكلم كرة كده ولكن التشكيل نفسه ما تسأل أي حد هقولك التشكيل نفسه غلط يعني تاني بتلاعب النهاردة لعيبة ما كانش المفترض تبقى موجودة عندك لعيبة أفضل لكن بقول كده دي كرة القدم ولازم أشوفي كده هذه كرة القدم ماتش لازم تبقى داخل مركز انتهز كل فرصة بيجيلك عندك مئة مليون واحد بالسنين فرحتهم من فرصة من فرصة من فرصة